اشتركوا في القناة الاول ايجى من الطابلو الموجود امامنا بشكل مباشر سؤال سهل السؤال التاني هاد من الاسئلة اللي عدتها صعبة ولكن السؤال هذا ركزنا في الجملة التانية اللي بيحكينا فيها فينوس كان دان الدي ايدلان ايروتروسيد ايش الموجود في الفنوس كان بشكل عام اللي هو تاني اوكسيد الكاربون الكاربون دي اوكسيد ولكن هذا السؤال ما عديته هذا السؤال من الخمس السؤال اللي حكيلكم عنها صعبة نيجي للسؤال التالي بير مول جليسروالديهيد 3 فوسفات تن بير مول بير مول بير مول بير مول بير مول جليسروالديهيد يعني واحد نطرهاش واثنين اتابي حيكون نيجي للسؤال التاليه السؤال التاليه السؤال التاليه كمان سؤال مباشر جداً يعني احنا بعيداً عن الشرح اللي شرحه او السؤال اللي كاتبه ال جملة الاخيرة بو انزملردن هنگسين اكتبتسي مكوفنوليك اسد طرفان انهيبه ادلير هذا سؤال مباشر جداً موجود بلکتاً بشكل اللي حاجب مثل من تشيفين ال جملة هن امب دهيدرو فيناز انهيبتوراً مكوفنوليك اسد نيجي للسؤال هذا كمان سؤال مباشر الامنواتشل تر انا سانتاتاز ile ilgili aşağıdaki ifadelerden هنگسي yanlıştır نيجي للالياننش مباشر اتني اتقل هم موجوداً في الشرح الالياننش لوهت تك aşamada جایشکلشترير هذا خطا 2 aşamalı وهاده فرشكو ميان الامن لكتاب في المادة رقم تلاتا 2 aşamalı bir reaksiyonla aminoasit tRNA 3 ucundan diye yazılmış 2 aşamalı هادي كمان مادة مهمة موجودة بشكل مباشر في الكتاب السؤال لبعضه من الاسئلة اللي عدناها اه صعبة خليني امر عنها مش موجودة في الكتاب السؤال السؤال رقم اه 39 هادي كمان سؤال سهل جداً اللي هو ايش المواقع ايش الانزيمات اللي بستخدم في السيتو بلازما والستيزول هادي كمان سؤال سهل جداً بالشكل اللي احرجيكم اياه بالشكل الموجود امامنا اللي على اليمين كله موجود اه في انزيمين على اليمين اه في الميتو كوندرية الانزيمات اللي عشمال كلها في السيتو بلازما خلال الشرح كمان هذا الشرحته السؤال مباشر السؤال رقم 40 هادي السؤال اه من اسئلة الباتولوجي والاسئلة السهلة جداً والمباشرة من اسئلة الباتولوجي لو طلعنا على الطابلو الموجود امامنا في مادة الباتولوجي هنا هاد اللي هو الامراض اللي بتكون نتيجة عن اللي هو البروتين كاطلاما سننا اللي هو الامراض الموجودة في الطابلو امامنا هادي السؤال مباشر وسهل ولكن مش من مادة الببيوكيميا ده ايشوب باتولوجي لعيقلي بيسرويدو سؤال 41 و42 من الاسئلة اللي عدناها صعبة خلينا أمر عنها على السرية حكينا في خمس اسئلة خارج المنهاج تقريبا عدنا منهم أربعة دائر سؤال صعب نيجل السؤال اللي هو ال43 السؤال 43 كمان سؤال سهل جدا بيسألنا عن الكتون جسمجدلري لو طلعنا على الخيار الصح لو أشيادك لردن هنگسي دور ودور دي صور مش إنه سأل أي من الإفادات صحيحة هان أساساً أسيد لهو الكتون أسيد لر هو أسيد عبارة عن أسيد وهو وإيش بعمل الأسيد بيقلل اللي هو البي هاش هذا السؤال سهل وموجود مباشرة في الكتاب السؤال رقم 44 برضو سؤال من الأسئلة السهلة اللي هو إيش اللي بيدي الإدرار اللون تبعه اللي هو اليرو يدى اليرو بورفيرين اللي هو موجودة بشكل مباشر في الكتاب اللي هو الموجودة هنا في المادة هنا اللي هو إدرار سر رنجنه ورمه ده ارو بلين يدى ارو بورفيرين نيجل السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده أميغا 3 يا أسيد إيش اللي فرماتة باعته هذا السؤال مباشر جدن موجود عنا في الكتاب ايش شكل موجود أمامنا اللي هو أميغا 3 18-3 9-12-15 نيجل السؤال اللي هو برضو من الأسئلة السهلة اللي انسألت اللي هو بسألنا هان عن الهم يكمي سرسند مكروفاجلار دا oluşان هان بدك تركز على كلمة oluşان يعني بسألك عن مادة تكوانت مش مادة استخدمت خلال تحتيم الهم مين المواد الممكن تكوان نتطلع مباشرة على الرسمة لو طلعنا على الشكل الموجود أمامنا اللي هو مين اللي بتكوان عنا بتكوان عنا اللي هو الكاربون منو اكسيد أول اكسيد الكاربون وعنا الحديد بس ايش تكملت السؤال اللي هو ممبران دا قولا جا جيت شابلا مين اللي بيستطيع دخول عن طريق الممبران بشكل مباشر من جدار الخلية بشكل مباشر بكل سهولة اللي هو كاربون منو اكسيد طبعا نيجي للسؤال البعض كمان هذا السؤال من الأسئلة السهلة لو طلعنا هنا اللي هو أمينو أسيد دي كاربوكسيلاس كوانزيمي اللي هو البيتامين بي ألط هذا السؤال كمان سهل ومباشر موجود في الكتاب بالشكل الموجود أمامنا اللي هو البيتامين بي ألط لو طلعنا على السؤال رقم 48 بيسألنا عن مادة الجريلين مادة الجريلين هذه من المواد المشروحة في مادة الفيزيولوجي نضع تشوف هو السؤال سهل جدا ومباشر مثل ما احنا شايفين الخصائص طبعا اللي هو جريلين الموجودة في مادة الفيزيولوجي اللي هو بينتج في المعدة بيعمل على على الرفع شهية اللي هو اجتهاء اتشار اجتهاء اتشار بالشكل الموجود أمامنا وهذا الخصائص اللي يسألها في الامتحان وهذا من الأسئلة السهلة الموجودة في مادة الفيزيولوجي يجي للسؤال 49 برضو من الأسئلة المباشرة الموجودة بشكل مباشر في الكتاب مين اللي لا يرتبط من اللي هو اللي هو اللي غلوكوز امينوغليكان مين اللي لا يرتبط في البروتين وهذا السؤال المباشر مثل ما احنا شايفين هنا عنا في الكتاب في الشرح موجود في السؤال رقم 50 بيسألنا عن الأنفزام أو القوة بيسألنا عن الأنفزام في الأنفزام من البروتين الناقص بيكون اللي هو الفابير انتتريبسي هذا من الأسئلة كمان السهلة من الأسئلة ممكن نعدها أسئلة بشكل يعني عام موجودة عنا في مادة الفاتولوجيا في مادة الفيزيولوجيا في مادة البيوكيميا في الداهلية في البيدياتري موجودة كمان وفي الكتجكستاجدر السؤال ال 51 من الأسئلة اللي برضو عديتها من الأسئلة الصعبة الخامس سؤال من الأسئلة اللي عديتها صعبة نيجي للسؤال اللي بعدو اللي هو من الأسئلة المباشرة اللي لها علاقة في الداهلية السؤال المباشر من الداهلية لأنه اللي بسألنا هان اللي التوموغرافي اللي بيين توموغرافيسي نورمل يعني ما في بيوما في الهبوفيس عنا اللي هو البرولاتين عالي اللي موجود في السيروم السيروم برولاتين دو زي عالي جدا إذا كان الهبوفيس نورمل والبرولاتين عالي والترويد دار نورمل إيش نحكي عنه ماكرو برولاكتينيما هذا موجود السؤال سهل مباشر موجود في مادة داهلية بالشكل اللي أحب جيكم إياه بالشكل الموجود أمامنا البرولاتين دوزيي يوكسكنا برولاكتيني يوكسكنا برولاتين دوزي регييني البرولاتين دوزيه يعني الليترويت لو كانت نورمال والبرولاكتين كانت عالية وكمان ما في شيء بالإمار أو بالطوموغرافي اللي صورناه للدماغ وما في قبلك وما في علاج استخدام للعلاجات الثانية أول شيء لازم يجي على في عقل الدكتور اللي هو الماكرو برولاكتيني السؤال اللي بعده اللي هو بيسألنا عن اللي هو الهيدريت إيونو إيش الإنزيم صنف طبعه هذا كمان من الأسئلة المباشرة اللي بيسألنا عن مين اللي بيرتبط في عيون الهيدروجين وبيحفز على انتقاله بالشكل الموجود أمامنا هنا هيدروجين إيونو تشمصه أوكسوريدوكتاس آخر سؤال عندنا اللي هو بيسألنا عن الفيتامين جي مين اللي لا يستخدم في فيتامين جي؟ وهذا من الأسئلة المباشرة والسهلة والموجودة في الكتاب الرياكسيونات اللي بتستخدم فيها اللي هو الفيتامين جي الموجودة أمامنا عندنا زي ما هي في الكتاب وهذا كان السؤال الأخير ومن الأسئلة اللي عندنا صعبة اللي هو هنا اللي بيسألنا عن البروتين نرين تارسيار يبص هذا السؤال موجود في الكتاب ولكن طريقه غير مباشرة مثل ما حفر جيبوا له تارسيار يبصي بيستخدم لوا دسولفيت باعلار دسولفيت باعلار مين اللي بحفظ تكوينها عندنا مثل ما هو بالطابلو اللي موجود أمامنا ين جنزي بيكاچ إنزي من أكتف بأيجسين ألملي بر بارشة سولفيت دريل جروبو تاشر ومن خلالها اللي هو بيكون الرابط الموجود عندنا ولكن هذه برضو من الأسئلة بالعددها صعبة في الامتحان كانت بالنسبة للأسئلة الثانية اللي كانت مباشرة وموجودة في الكتاب بشكل مباشر سواء كانت في مادة البيوكيميا حتى من المواد الثانية في عندنا سؤال من كان اللي هو الباطنة في كان سؤال من الفيزيولوجي وفي سؤال كان عندنا من اللي هو الباتولوجي وهدول الثلاثة أسئلة كانت الأسئلة مباشرة وسهلة جدا مشان هيك أنا عديتها من السهلة يعني المواد الثانية لو كنت درسها بشكل سطحي حتى حتكون تجاوب على هذه الأسئلة نريك لو عندنا 17 سؤال كان بشكل مباشر موجود عندنا في الكتاب والتوفيق للجميع ويعطيكم العافية